المتفرقات جمعة عظيمة عندي مدة قاعد نشوف نجاحات الأمنية مثلا لا ربما نجاحات الأمنية وكذا هاو القبض هاو شدين نشال هاو شدين درجات هاو كذا معنا الحقيقة أنا كل ما أنا نشكروا نشكروا هالمبادرات هذه معناها ونقول وحمد الله ما زال معناها فم أمن ساهر على راحة المواطن وقاعدين نضربوا معناها بيقبضها من حديد على الجريمة والاحتكار وكذا نبدأ بالاخبار اللول معناها يقول لك حجز كمية من الحروزات والبخور بين الشابة وقصور الساف يعني توا حروزات وبخور أنا مثلا شوفوا معناها حاجات من وراء العقل اللي نسمعوا فيها طولينا نشدوا في الحروزات والبخور ومعناها لانها فم مشكون يقول لك كمن اللي بقيت الخبار بقيت الخبار هالمجموعة هاذهم قاعدين يعزموا ويضربوا في الخفيف ويطلعوا في الأثار معناها شوف الأقل شوف المخاق شوف الواع جايبين بخور وكذا يمشيوا قاعدين في طرف طرزوك ويضربوك ويأسل لك الواحلين ويعزموا وبخور وفهمتني وكذا باش يطلعوا معناها شوف معناها وين وصلت بلاد ما وين ماشي كل مرة نسمعوا بغريبة كل مرة نسمعوا كذا وذوم يلزموا محلل حكاية بتاع الدجالة والتجار بالأثار خاصة في ولاية المهدية بسيفة كبيرة وين تروج هالأمور هذي كل مرة نسمعوا يعني ما خافها كان أعظم إحنا لو كان نعملوا عملية حسابية على نسمعوا بثلاثة تشدوا في الشهر فما بالك فهم ثلاثة مئة أخرين قاعدين مسايبين ويدوروا عليش المهدية بالذات وعليش الطريق هذا وعليش موجودة برشة ما بين طريق السفاقس والمهدية ما يعني يلزمنا نعودوا نتبعوه الموضوع هذا أكيد ونرجعوه في الرادار في حلقات قادمة الإخبار لمبعده عن مديدة الناس معناها بداية معناها تقول والله ينقص شوية السرقة متاع المواشي والغنم ولكن العوال الحرص بيقصر هلالة مكنوا مؤخرا من حجز 150 رأس غنم مصروق في أحواز المكنين وراجعت على السرقة متاع الغنم وراجعت أذوم الناس أذومت حاسهم يخدموا بالموسم ما في أنتش يذور ليمشيوا تويهزوا الغنم ويرقدوه وبيعوها العيد الكبير معناها بداية الناس عنده منظرة استشرافية مستنسين يقربوا العيد الكبيركة معناها في فترة هيك قريبة ما لا تقول بداية على بكري معناها الحقات الحق الناس ذيها تخمم هاو أبرك من الدولة هاو على القليلة الناس ذيها تخمم على 6 شهر القدام معناها شوف شوف ونوصلت معناها ونوصلت معنا الدرجات تع السرقة أنا رجغين من بعد باش نحكيه وعاد على السرقة والأمور الاخبار المنبعده يجينا من المستير مع عرشة ذاية توا مش نصنفوا من الغرائب من العجائب ولكن مش نحكي فيهاش وهذا شخص من عرش نعتبروه شخص تابع الإنسانية شنية الصيفة اللي نجم واحد يعطيهاله عمره 38 سنان في المستير يوهم الفتيات بقدرته على تخلصيهن من الجن من بعد والعياذ بالله والله معافينا يخذرهم ويقتصبهم شوفوا معناها الوقاحة وهل الناس هادهم اللي معناها زادة حتى كانوا نشوفوا القوانين مايش ردعية بصيفة كبيرة معاهم والناس قاعدة انتشرة ذوما اللي بتاع التدجيل ولهنا شكون بيش تلوم يعني شكون زادة تلوم عالي هيك اللي هي ماشي بسويقاتها ماشي يا الله مش يمشي يخرج لها الجن وما مصياش جن سيب أمة لا إلهة لله في العالم أجمع وشد فهمتني هالمواطنة التونسية هذه اللي رأسها بالكليل ومحاطها العود والواحد شدها هي الجن معناها كاكم سيب معنا الكل جاء لها هي هكا هوا معناها مالقامة يعمل قام يدور جاء فوق بولونيا فوق السيادة شنا عمل منا من غادي نضرب خماسية فسدسي اهه هون هيك التونسية خان نمشي لها وهي من بعد اوه يا وخياني جن وكولوجي تدبر عليها الأخرى هاي ها وفهمها حبيب يخرج لنا الجن معناه كيفاء هل وين ماشية هل عقول وين هذا كل مرة برشة ناس تلوم اه شنو انتار دار ياسر متحمل على الشعب التونسي ومتحمل علينا كاتوانسة هاي استذاجة واتفاها اخي الكريم يا حبيبي ها ومعناها شنو لا ويسمعوا يسمعوا بشنو صار المشكلة فاش يسمعوا تواذينا عنا مدة نسمعوا بالاخبار كمك يسمعنا في سوسة في مستير في مهدية في باجة في جندوبة كل مرة نسمعوا هل لاذوم هل يدجلوا هل يعرفوا هل يعزموا وطلقى الناس عليهم بالصف وكل معناها ما يتعذى حد تجي تقولها راو ها ويسير 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 لا هذا يديه تجمد الماء هذا يا قتل عليه جارتي هذا يا دنيا الكل يحله قال لي امشي فهمتني حط الملح لحرش قدام الدار وفحة جربعة فحجات وارجع ورد الباب واتكه وطول شوف كيفاش والله وانجي شنو معناها ما عندما تعمل نهار كامل تقوم الصباح تفرح شوي هيك تسايق قدام الدويرة تسلم على جارتها يعملوا قايدة في المستوصف ملق لق ملق عندهم ما يعملوا شو قدام المستوصف لأمرضى لحد شي يقعدوا ياخذوا كليمة يعطيوا كليمة هاش نعمل من بعد اه يا وخيتي انتي يراقبك جن انتي اه يلزمك حل هاو عندي واحدة حبيبة فهمتني نمشي وتمشينو يا بنتي هو يبدأ عادي تلصم هاو يدوخوا 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 يا خلق ربي معناها ويكو يرميوا الاربعة ومفماش معناها والاذاء انتو ما زادا شوية هيك هنرتقي وحتى الفاهم معناها زادا هنا فهموا مشكلة ما يجي زادا ثقافة فهم ناس قارية قارية ومثقفين وكذا ويمشيوا هالدعازق وهالكذا والشي لهنا بنا هيك الفاهم شوية يفهم الاخر يواعي كان فهم مرية كبيرة الكبير يواعي الصغير ويفهمه الناس هذو من نجم ونغلبوهم ونجم ونرتاحوه منهم كان بالشي هذو كم نقولكم الجنة ذا كل شي حاجة من عند ربي ادعيوا ربي واستغفروا مولاكم وعملوا طيب وعملوا كذا اما مش بضربان الخفيف والبخور وحفرة في القاعة وملح احرش ونعرش شنو هاي في قولنا شوية عاتيني الفقرة اللي بعد